المترجم للقناة وليش اخترت هذا المجال يعني في مجال الاختصاص الكوفي أول شي رحب فيك ورحب في الجمهور ونخبركم اليوم إن شاء الله قصتنا كيف بدينا في فارمرز خلنا أخبرك شوية نبدأ عني أنا قبل أن أخبرك عن فارمرز تخرجت من مدرسة الاتحاد في دبي وبعدها رحت على أمريكا في 2007 إلى 2012 وبعدها رديت البلاد وكملت سنة تقريبا بدون وظيفة وبعدها توظفت في ديوة ومن هناك تلاقيت شريكي اليوم في البزنس تعرفت عليه من دوام هناك فيصل مري حلو وأول أيام دشيت دوام هو يدوم يدوم إياه في القسم نفسه فقمت يعني أشوفه يحضر القهوة على المكتب كل يوم الصبح وساعات أشوفه ينخش مثلا في المطبخ هناك عشان ما يذي حد ويحضر قهوته ويرجع المكتب فشوي جذبني يعني بما أني أنا يعني في أمريكا كنت تقريبا يوميا أحضر القهوة العربية ومن تنقص عندي أقولهم يطرشولي من البلاد وهذا فكان وكنت معروف كان عندك اهتمام في هذا المجال حتى من أيام الدراسة في أمريكا هي كنت أحب القهوة و بما أني شوف أنا إنسان يوم أحب شيء أحب يعني أتعلم عليه أكثر عرفت؟ عندك فضول هي عندك فضول هي تبقى تعرف حلو ويومه بقدم شيء أحب أقدم الأفضل دائما يعني حق هلي وناسي جميل فكنت أقدمهم القهوة تقريبا كل يوم هناك فأخواني اللي يدرسوني إياه الشباب واستانسوا على القهوة فيعني ضبطت موري للقهوة تقريبا من أول أيام هناك فمن رديتني بعد الشغف موجود والحب في مجال القهوة هي نفسه يعني حابة أتعلم أكثر جميل فيلست يا شريكي وتعلمت الصراحة وايد منه وقام يعطيني معلومات أكثر عن القهوة هي نفسها وخصائصها وفوايدها لأنا ما توقعت أنه يعني ممكن نحن نحصل فوايد من وراء القهوة حول بالفعل فيه وايد فوايد وخصائص من وراء القهوة فكنا نقدم القهوة تقريبا نحضر القهوة تقريبا كل يوم ونتكلم أكثر عن القهوة ونسولف ويوننا الشباب في البريك تايم يربون قهواتنا هذا في خلال العمل العمل فترة العمل أنا مكتبي كان تقريبا آخر القسم وما كان يأذي حد يعني كنا نأخذ مثلا نص ساعة أو ساعة خصصناها مثلا خبرت الشباب وقربه عندي مثلا ساعة عشر بنتقى قهوة في قروب الواتساب بنتقى قهوة ونخليكم تياربون قهواتنا اللي يديد وشو اللي قدمناه أذكر الشريك كان يقدم كول برو بطريقة متميزة يعني غير عن باقي الكافيهات غير عن باقي الكافيهات يعني لأن يومك هذا أنا ما يربت كول برو يعني بهالجودة وعندي طرق معينة في تقديمها يعني بتعلمونا في The Direction Podcast أكيد أكيد نعلمكم ليش لا أكيد ليش لا فكنا نقدم الفي سكستي والكول برو والشباب حبوا يعني حبوا تحضيرنا للقهوة يعني حلو وذيك الأيام يعني ما كانوا ما كانوا ماية كافيات يعني في السوق حلو فهو يسافر وأنا سافر أي بقهوات وهي بقهوات وبدأنا نيررب وطبعا مع مرور الأيام هذه فترة استكشاف يعني أنتو تشوفوا أنتو تطلعون شو أنواع الكوفي وكيف وكيف تتمتح ضيارها وحتى من الناحية الدقيقة من الناحية الصحية وهذا يعني قمنا نتعمق أكثر في هذا المجال وأن كيف نقدر نطلع أو نفهم الناس أن القهوة صحية كيف نقدر نقلع الناس أن القهوة صحية لأن الناس كلها اليوم مثلا تقول حليب وشكر وهذا الحمد لله اليوم هذا المفهوم تغير يعني أول أنت تقول حق حد كلها بيحط في باله حليب وشكر وكوفي يعني اللي كلها نعرفه من الشركات الكوميرشال اللي موجودة فمع مرور الأيام يعني قلنا ليش ما نبدأ مشروع يعني مشروعكم الخاص مشروعنا نحن الخاص حلو وطبعا شوية دعم من مديرنا بعد كان وهو كان أحد المتذوقين شبه يومي يعني جميل جميل فهذا المدير كان يعطيكم دافع يعني كان يعطينا دافع لليش ما تبدوهم حلو ونفس الوقت أنا يا أيمن فكر يعني أني أنا أصلا من البداية أني أنا فكرتي للدوام أني أيمع رأس مال أوكي وأبدأ في مشروعك أوكي فسؤال قل لي ليش ما اتجهت مثلا للقرض مثلا البنك ليش يعني أنت أصريت أنك أنت اتيمع عشان الواحد يمع يحتاج وقت فكيف أنت بنيت هالصبر فيك يعني ليش ما رحت لاتجاه مثلا أنك أنت تأخذ قرض من البنك ما أقول لك غلط أنا اليوم إذا تسألني ما أقول لك غلط بس هو بالنسبة لي أنا شوية من مقتنع في موضوع القروض الأفضل أني لأنه لا تسمعنا سوالف يعني لا سمح الله ما نجح مشروعك صح كيف تغطي يعني فيه مخاطرة عالية جدا فيه مخاطرة عالية جدا إلا إذا أنت كنت داوم ويعني راتبك يكفيك أو أنت ما عندك تقييدات ثانية بإمكانك تسدد القرض هذا أنا أقول لك أوك توكل على الله بس إذا أنت ما تحب تكون تحت الضغط العكس أشوف أني أنا خبت الرأس ما الروحي هذا كان الضغط الأكبر لأن أنت يستحسب فلوسك أنت ما تعيش بحرية بالضبط وهاي ما بتقول أنه مثلا هاي فلوس يتني من البنك وهذا بهمل ولا شيء هاي فلوس اللي أنا تعبت عليها اللي أنا يمعتها فهيك تحدي أكثر يعني أنت تقول إذا أنا يعني كلها الرأسمال كلها السنين اللي أنا يمعتها آخر شيء أضيعه في يوم وليل فيكون فيه تحدي يعني مع نفسك عرفت فهي من الصعبات اللي أنا واجهتها من البداية يعني أنك وعادي حتى لو تسألني كم المبلغ اللي يمعته في البداية أخبركي يعني بما أنا كان عندي شريك في يعني كان كل شيء 50-50 و 50% 50% اللي هو المبلغ الكامل اللي بدينا فيه 300 ألف وأنا شوف هذا المبلغ يعني جدا 300 ألف منك أنت و 300 ألف منه أنك تبتدي أنك تبتدي لا لا 150 أنا 150 ألف 150 أوكي هل تعتقد أن هذا يعني أحيانا فيه ناس يقولون والله أنا محتاج راس مال أكبر عن 300 ألف ما تحتاج أنت في النهاية أنت في النهاية سبيشاليتي كوفي أنت شو بتقدم تخصص أنت شو بتقدم في النهاية منتجات وخدمات حلو أنت بتقدم لي قهوة في النهاية حلو أنت شو الأشياء الإضافية اللي بتزيدها في محلك عشان تدفع هالمبلغ ديكور اليوم ما شاء الله في دبي أي محل تدخله في ديكور نعم أنت بدل ما تصرف على الديكور وعلى الدزاين وعلى هذا اصرف على منتجك اصرف على كونسبت كون لك كونسبت تبدأ فيه اللي هي الفكرة الفكرة الكور اللي هي الفكرة الأصلية أوكي أبني لك أبني لك يعني كونسبت قوي بدل الصرف اللي بتصرفه أنت على هذا يمع لك تيم قوي إن شاء لك فكرة دور لك ثغرة في السوق بإمكانك تدخل فيها وتتوسع وبعدها إن شاء الله يعني تتعمق تتعمق حلو فأنت حين خلاص أنتوا سويتوا هذا الشيء خمسين خمسين بعد هاي المرحلة شو سويتوا يعني من صممتوا وفتحتوا المحل حلو طبعا في بعد تقريبا تقدر تقول ستة شهور كاملات نحن بس ندرس شو شو الكونسبت شو الكونسبت اللي خلي خبرك مثلا قبل فارمرز شو كنا نفكر فيه كنا اخترنا الاسم روباستا كوفي أوكي روباستا كوفي روباستا هي كلمة روباستا معناها نوع من أنواع الأشجار أشجار القهوة المعروفة أوكي اللي هي الأرابيكا في الروباستا وفي بعد أنواع ثانية بس أشهر اثنين اللي هم الأرابيكا والروباستا تقريبا 75% من القهوات في العالم أو في كل مكان يعني نشوفها تقريبا أرابيكا أوكي فسوينا دراسة سوينا باوربوينت وسألنا ربعنا وتعمقنا أكثر في الموضوع لما أننا شفنا صدق في وايد صعوبات مع أننا في وايد يعني ثغرة مجال أو سوق مفتوح في مجال الروباستا يعني كنا بندخل كأول سبيشاليتي روباستا أوكي بعد دراسات شفنا الموضوع أن يعني وايد ضاق علينا أن يعني حاولنا بس ما فاد فخلنا نرجع لفكرتنا الأولية اللي هي نحن أصرينا من البداية أن الكنسبت ما لنا يكون صحي اللي هو يعني أنا كنت دوم أقول من البداية أن أبا مشروع يكون شو معنات شو معنات كرين أخضر كلمة أخضر يعني أن أنت صديق للبيئة يمكن منتجاتك صديقة للبيئة يمكن المقز الكبس الستروز صديقة للبيئة يمكن أنت نسبة من أرباحك تروح مثلا المحتاجين أو يعني في عمل إنساني في الموضوع في عمل للكون للمجتمع يعني فهاي كانت فكرتي أنا من بداية وقدت مصر عليهم ونفس الوقت شريكي كان مصر على فكرة صحي ركز على كلمة صحي ونفس الوقت أورغانيك عضوي أوكي فقلنا بنرجع على فكراتنا الأولية وبعدها اخترنا كلمة فارمرس كوفي بعد في وايد أسباب ليش اخترنا يعني كلمة فارمرس وبعدها اتذكر بدينا في أول أول إفنت في ديوا نحن بعدنا ما فتحنا محلنا بس ما شاء الله بما أن سمعتنا كانت طيبة بين موظفين ديوا أوكي طلبونا هم بالاسم أن تعالوا قدموا قهوة في هال إفنت أحيد كان في آخر شهر 11 في 2017 وبعد ما يعني اختصاصنا في كان الكولبرو والقهوات يبنا قدمنا انجريدينت يديد اللي هو الورغانيكاني كرامل وبعد تجارب والجماعة اللي يقربوا ربعنا وهذا وعيابهم الحمد لله وفي الإفنت قدمنا هذا أول يعني سيقناتش درينك يكون عندنا وحمد لله شفنا يعني طلب كبير عليه أطبال كبير حصلتوا من وراء هذا الكونسر وحتى في هاليومين كنا نحاول قد ما نقدر نقول أن كل شيء عندنا صحي وعضوي بس الناس شوية كانت أول أيام كانت تضحى قلت لنا كيف كوفي صحي وعضوي وأنت وانا أنا لياسة طعمها شكر هذا كيف أسأل هذا ما بشكر ولا هذا استخلاص الكرمة يعني وإلى آخر هاي كانت بدايتنا الحمد لله يعني قدمنا شيء طيب وبعدها كنا خلاص ناوين نفتح محل ففي في البرئة هذا من بعد الإفنت لين ما نفتح محلنا الخاص يالنا اخر من أحد أصحابنا بعد كان بفتح مشروع يديد مشروع كان يعني تخصص في السويتس وفي منطقة جديدة كانت في ميناء راشد منطقة جميلة فبدينا وياهم هناك بعد ما شاء الله شفنا أغبال جدا كبير والحمد لله الناس يعني وايد حبوا قهواتنا ومنتجاتنا العضوية وبعدها انتقلنا إلى محلنا اللي في الخوانيج أوكي ومن هناك بدت قصاتنا نكمل هذه القصة مع فيصل المري إن شاء الله هي بيخبركم أكثر يخبرنا تفاصيل عن القصة هذه مشكور ما قصرت أحينا ننتقل مع أخونا فيصل المري إن زين فيصل خبرني شو السبب الرئيسي أنك اخترت The Farmers Farmers مسمى اخترناه كمجموعة أنا وشريكي واخترناه بعد أيضا مرحلة من من التمحيص ما يصح إلا التغذية الصحية التغذية الصحية هي أساس العلاج وأساس الاستشفاء الحمد لله الحين اللهم لك الحمد بعد ست سنين بعد ست سنين 2020 أتشافيت بشكل الحمد لله الحمد لله دخلت في المشن ستير الحين 2021 على سبع سنين الحمد لله الفحوصة المخبرية ستطلع إنما فيه شيء الحمد لله جميل خلال هذه التجربة اكتشف يعني مرت على الكيتو والبيقان وغير وغير وغيره وكتشفت إنه وعيد أشياء صحية يعني ممكن تفيد الناس والناس ما أخذ عنها فكر خاطئ منها هاي مضرة بالصحة منها القهوة فالقهوة بالنسبة لي أنا كنت أنا أنوية أدخل في أي مجاة مجاة تغذية سواء دايت شاب ولا مطعم صحية و اللي يكون وجدت هذه هي الفرصة اللي هي عن طريق الكاغير ما أقدر أحصل أفضل من شريكي السلام فقلنا بسم الله نتوكل على الله اختيار الشريك مهم هي نعم لابد يعني أنتو الثنين عندكم نفس الهدف هي نعم نعم هو شاركني كثير من الهموم والمبادئ حلو جميل يعني قل نتجد لكن إن شاء الله نكون صدفات خير موضوع العرضي القهوة القهوة تراها كانت قبل أول ما بدأنا كانت مشهورة عنها أنها مضرة بالصحة بس الحين في الواقع في 2021 تبين للناس أنها صحية ونحن كان بناء على الدراسات المبدئية في هذا الوقت كنا عارفين أنها صحية باعتدال أن الواحد يستخدمها الإنسان استخدمها صحيح الدراسات والعلماء هم اللي يتكلمون عن هذا الشيء فالحين أصبحت شبح حقيقة ومعروفة لكل إنسان بس في بدايثنا كنا نواجه يعني ضغوطنا انتقادات أن القهوة غير مفيدة عضوية وليش عضوية وشو فائدة العضوية أنا لماذا أدفع أدفع خمس دراهم يعني إنسان ما يستخسر في صحة الصحة هي راس الماء نعم أغلى ما يملك الإنسان هو صحته نعم فهذا الفكر الوعد لكننا ننشر وهذا الثقرة الآن وهذه الفرصة التي كشفتها أنها متاحة لي وشريكي وصديقي وأخوي كان دائما يدعم كل خطوة أو كل مقترح يميل أو أو يأخذ الوعدة إلى الصحة حلو أقول لهم سأخذ شيء أن هذا صحي توكل على الله مرة مدام يفيد توكل على الله مدام يفيد الناس توكل على الله الحمد لله الوعدة بدأ أن هذه التجربة الشخصية وال المحاول التي نحن رأينا الفرص لأن تصورناها فرص تصورناها مستقبليا يعني أنتو رسمتو نعم نعم من أول أيام كنا نرسم هذا المسار حلو ما حدنا عنا أبدا من أول يوم إلى اليوم ما حدنا عن هذا المسار الذي نمشي فيه وبالعكس نقول إذا نقطع هذا المسار نحن نتوقف لا نتحول لمسار غير صحي هذا مبدأ عدنا أننا نفيد المجتمع نفيد الناس نفيد أهلنا في النهاية أهلنا هم الذين يستخدمون هم يرتادون محلنا نعم و للجيل القادم بعد أنهم يكونون متقفين وعارفين في هذا المجال نعم والحمد لله حصلنا أن المجتمع متقبل أغلب المجتمع متقبل وكل أحد يدعم وخصوصا الهيئات الحكومية وحتى وصلنا دعم من كل حد سواء تحفيزي معنوي أو مادي عرضت عنا ولكن نحن إلى الآن إلى يومك الحمد لله أن اعتمادنا على تمويل شخصي إلى يومنا حيلا هذا هو سبب فارمرز والتوجه العضوي الصحي اللي نحن اخترناه قبل ثلاث سنين جميل والحين آتها أكلها يعني الناس بدأت تلاحظ أنت أن الناس بدأت تعرض أن العضوي لها قيمة مضارة لها قيمة مضارة يعني ما يستوي أنك أنت تأخذ تشبه سكر بالعسل ما يستوي سكر الأبيض تشبه بالعسل اللي فيه منافع وفيه فوائد وفيه إنزايم وفيه حتى بري بايوتيكس وفايبرز اللي هي البي بايوتيك الفايبرز تقول أنه لا ما شيف كله سكر لا بالعكس نحن حطينا عسل مع حليب عضوي مع قهوة عضوية كلها من أعلى جودة متوفرة في هذا الكوكب فالمنتج ما يستوي مع المنتج اللي فيه سكر حيلا لا عقل المنطقة ولا علماء ففي هذا المجال شو النصيحة اللي أنت تحب تقدمها حق الناس اللي بيتخلون في هذا المجال نعم النصيحة هي الرواد الأعمال أخوانا اللي بيتخلون في المجال أن أولا طبعا الكونسيبت فكرة الذكية الشغف في فكرة غير ذكية صعب أن ينجح من ما شفنا إذا كان هناك شغف وكان في فكرة ذكية متعوب عليها فإن شاء الله أنه يكون هناك نجاح وبعدها توزيع المهام الشخص الشغف الذي يبدأ فيه سواء القهوة أو في المطاعم أو في حتى محل دراجات عجلات وغيره يكون عنده عنده أقسام عنده مختصين في كل مجال سواء عنده كان نفترض في مجال نحن مجال كوفي أو مطعم أنه يكون فيه شخص مختص أو عنده خبرة ومجرب في إدارة فريق العمل وعنده شخص مختص ومدرب في الماركتينج والأدفرتايزين وعنده شخص مختص ومدرب في إدارة المشاكل حتى بين الموظفين يعني نحن واجهنا يعني كل شخص عنده مهارة خاصة ففي البداية ممكن يحتاج أنه يحاول يكسب هذه الخبرات بس تدريجيا يبدأ يوظف أو يستقطب خبرات تدير مع المشروع وتضيف له في هال في هال في هال مسارات جميل فأنا حن في فارمز أنا وشريكي أنا أنا ماسك أغلب مواضيع الجودة والكواليتي تشيك والتطوير الكونسبت الصحي من منطلق أن أنا عندي تجربة شخصية أخوي فاصل رجعنا لك وإذن نعرف في هذا المشروع الحين شو المهام اللي أنت تقوم فيه مهامي أنا كوني كالمدير التنفيذي في الشركة خلنا بسط لك وبسط للجمهور أي شي وراء البار يخص شريكي وأي شي خارج البار يخصني أنا من الأمور الإدارية من الأمور اللوجستية من الأمور التراخيص السبلايرز الشحنات اللي توصلنا من برع من هالأمور والأش آر كذلك هالأمور اللي أنا ما سكنها ومن الأمور ناحية التطوير المنتج ومتابعة المنتج وهذا عند شريكي جميل أنزين وشو بالنسبة للتحديات اللي واجهتها والله التحديات وايد أخوي واجهناها من البداية أذكر يعني أول أيام فتحنا المشروع كانوا وايد زباين يدخلون عنا ويسألون عن سبانيش لاتي فكنت يعني أنا آيفيست يعني واجهت نفس هذا زبون داش عندي المحل وسأل أبقى واحد سبانيش لاتي يعني قلت له أخوي نحن ما نقدم سبانيش لاتي نقدم شيء أفضل عن سبانيش لاتي وصحي نفس الوقت هذا ما عيبة ما عيبة هي والله وستويت لي كذا مرة أنه يعني بكل رحب وبكل هذا أقول له أنزي تجرب يعني لا ما يعيبة يطلع أنا فمن هالناحية خسرت زبون أن الزبون طلع بدون ما يشرب ولا شيء من عندي أنا في النهاية يعني أبا بيع نعم فمشي المنتج عندي أنا فوايد انتقادات رأيتنا ناس تسأل كيف صحي ليش صحي شو يا بصحي للكوفي والحليب وين الصحة في الموضوع يعني فمع مرور الوقت بدين نشرح ومع سوشل سوشل ميديا بدين نكتب عن منتجاتنا ونشرح بطرق جدا بسيطة عن مكونات المنتج هذا جميل فهذا كان تحدي من التحديات وتحدي بعد الموقع الموقع كان شيء وايد مهم الموقع مثلا الموقع اللي أنا خذت فيه المحل ما كان فيه باركينغ أو الأيام ما كان فيه شارع فيمكن لمدة سنة أنا ما كان عندي شارع اليما الهيئة ما قصرت وسوونا شارع وغير من هاي التحديات فيه تحدي كان تحدي الرخص بس اليوم الحمد لله كل شيء أونلاين استوى أول كنا لازم نحضر هناك بما أنه عندك شريك المفروض يعني كلا الشركاء لازم يكونوا محاضرين في أي توقيع أو في أي أبليكيشن قدمة مثلا يعرف فاليوم كل شيء استوى أونلاين وفيه موضوع بعد وايد مهم ها مون بس تحدي الواحد يعني التاجر لازم يبطل عينه في البداية من ناحية المقاولين اللي بيتعاملوا إياهم يفضل يكون هذا المقاول اللي بيتعاملوا إياه اللي بي نفذلك المشروع يكون مرخص لدى البلدية البلدية عندهم لستة مقاولين أو شركات مرخصين ومعتمدين لأنه صراحة ويتعبونا من البداية وأخروا علينا المشروع ويعني واجهنا مشاكل وياه كذا مقاول حتى هذا في أول مشروع ومحل يعني صغير ما كان محل كبير خيرنا فيه ثلاث مقاولين ومشروع يعني ما يكلف بس تعرف يعني ما نبقى نذكر شو الأسباب بس الواحد لازم يبطل عينه من الناحية لازم يحاسب من هذه الأمور من هذه الأمور أنزين حلو جميل لأنه ممكن فيها خسارة مال كبيرة وخاصة المبلغ اللي أنتو فيه يعني مبلغ معدود وما تبون تتوسعون في هذا المبلغ بضابط ومشروع جديد عرفت جميل حلو أنزين فيصل شو يعني النصيحة اللي ودك تقدمها لأي شخص حاب أن يبتدي في مجالكم هي نصيحة هاي تي لأي واحد بيبدأ بأي مشروع سواء كان كوفي ولا كان مطعم ولا كان أي بزنس يبيع فيه أي شيء حط لك بلان سوي لك رسمة خطط اكتب شو تحتاج وين تبا توصل بعد هالمنتج بتبيع باتر شو بتبيع بعده لازم تستمر في التطوير وتستمر في التجديد في المنتج يعني وبعد نصيحة ثانية مهمة اختيار الشريك اختيار جدا مهم يوم بتختار شريكك حاول يعني تدرس شريكك نفسه تدرس شخصيته هل هو متفاهم وياك هل هو متناسق وياك بالأفكار مايستي باتر تبدون المشروع هو له وجهة وانت لك وجهة ثانية بتضيعون الشركة بتدمار على حسابكم وانتو الشركاء فاختيار الشريك الانسب ويعني شي جدا مهم لانه وايد بيسهل عليك وبيشل حمل عليك في المستقبل وبما انك انت توزع المهام الصح انت دربك خضر مهم ان شخص يعني يعني مثلا متنا الشراكة الاثنين كل واحد يكون عنده مهام كل واحد يكون عنده مهام وكل واحد يكون في نفس الصفحة هذا مهم مجرد ليس بهذا ي��مى مهام انا عطيته هذا مهام وهذا عطيته مهام وتذكر ينجز ويستخبر أشياء من عنده لا ثني أنتم مفروض يكونون على نفس التوجه عشان الشركة عشان حساب الشركة مضيئ صح جميل حياة القهوة خلاصة استوات حياة يومية فتخيل أن تدخل جسمك شيء غير صحي يوميا أو شيء في شكر أو شيء في مكملات يعني غير صحية فاستوى اللايف ستايل ما لك هذا يعني فليش ما أنت تغير توجهك إلى التوجه الصحي صحيح يعني أنا ما أقول لك يعني مثلا تعال عندنا مثلا لا يربها لا أنت اختيارك يوم بتصير الكوفيات حتى اختار الشيء الأنسب لك أنت واللي صحة فيد نفسك استثمر في صحة في أمور زينة بطلبت يعطيك العافية مشكور ما قصرت شكرا على تبيتك مرة ثانية الدعوة وإن شاء الله لنا لقاءات أكثر أكثر إن شاء الله مشكور ما قصرت شكرا 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 اشتركوا في القناة